تم تحكيمه دوليا على رغم ان احنا مرين بمراحل صعبة خلال فترة التحكيم لان كان فيه نوع من انواع يعني ايه مش هاولت عاملت لان احنا باحثين فمن حق الناس تتساءل و احنا من حق ان احنا نجول الحمد لله البحث ظهر للنور قبل المحاضرة اللي انا القتها في اسبوع القرنية بيومين برضو التلوث اللي احنا شفناه من شوية ده ممكن يوصلنا امتى هنا مش حكاية التلوث انا ببص على مية فيها طمي فيها فيها طمي ومش كده الحاجة عندك المنطقة دي مليانة اشجار ومليانة حاجات طب الحاجات دي بتروح فين هل انت مثلا الغباد دي كلها شلتها ولا ولا انت عندك بقى حاجات هتعدي في البوابات ولا هتعدي في المية ولا تدخل مثلا ممكن في التوربنز يعني ايه اللي هيحدث فاحنا هنقيس حاجات معينة وانا برضو هدي افكار للناس ان احنا بنحب نتعاون دايما في الريسيرش هنبص على كلورو في الكنتنت والناس ممكن تبتدي تدور في الكلام ده وهنبص على بعض الفارياب الزو اخرى اللي هي ممكن تؤثر على الحياة البحالية علميا علميا هل وارد يمنى 74 مليار متر مكعب الاثنين الجسم الاولاني او السد الاولاني هو كيلو ونصة او كيلو وثمامية والتاني وارد ولا صعب انا اشك حالك تشك انا اشك وشكي دائما لا يعني شيء انا مجرد واحد بفكر وبعد كده انا هتحقق من شكي ده مع الوقت ان شاء الله بالشغل بتاعه علميا تاني انا هكلم هو تاني علميا لو افترضنا وسألت سيدة الوزير دكتور محمد عبدالعطي وقالي محبش كيلو لكن انا اقول لو انه هيمني 74 مليار متر مكعب ما الذي ممكن ان يحدث حاجب تفترض انه امن 100% انه امن 100% وتمامه و74 مليار وملأ وكله لو امن 100% واحنا مالينا 74 طب ال74 دولار اتملوا في فترة قد ايه طب في فترة المينئ ديه ايه ايه اللي حصل لمصر والسودان ايه اللي حصل للموارد المائية المصرية هل انت حصتك المائية مازالت مستمرة هل انت بحيرة السد عندك السد العالي مازال فيها مية هل احنا متوافقين هل احنا عندنا اتفاق ملزم في الادارة والتشغيل مفيش لو ما ينفعش وخلينا نحط كده مصر والحد دولارتي مفيش حاجة بس كان حاجة في لدينا لسه مفيش بس مفيش 74 مليار يعني مفيش اتفاق دلوقتي بيه مشكلة في السودان والتحاد لفريقيا وبالتالي مفيش مفاوضات خلاص السودان دلوقتي خلاص مفيش مشكلة طيب هتقعد لأمتى ممكن مشكلة التطور وتدخل معاك الملء التالي أنا مش هاملة 74 مليار حضرتك ليه بتقول الملء التالي هو الملء التاني تم مالة ثلاثة وشوية طيب هو ده كان الملء التاني كان بيه 13 ونص طبعا ما قدرش يملك يبقى احنا نشوف احنا هنقدر نوصل للي احنا كنا عايزين نوصله السنة الجاية ان شاء الله بالملء التاني على الرغم ان برضو حضرتك ايه الناس مش واخدة بالها ان في حاجة اسمها global climate change او تغيرات مناخية عالمية والناس برضو مش واخدة بالها ان انا في حاجة اسمها فيه ظاهر عالمية في حاجة اسمها المينيو واحنا ممكن بقى ده نسل فيها بشكل اخر مرة اخر اه الحاجات دي it's promising يعني هي بتقول ان في المستقبل انا هيكون عندي شح مائي يعني الناس اللي متخيلة ان كمية الفيضانات اللي موجودة دي انا هتفضل مستمرة انا بقول لها حالك ده فكر خاطئ اه انا بقول لها حالك وانا عارف انا بقول ايه ان انا hydrological cycle او physical process الظاهرة التي تتحكم في الاراد المائي النهري للمنطقة دي بتتأثر بظاهرة اخرى عالمية من شأنها انها تعمل جفاف في فترات زمنية معينة